هل سيحدث اختطاف للكنيسة ويبقى غير المؤمنين اللي يدخلوا فترة الديقة العظيمة بعدها يأتي المسيح ليأملك ألف سنة بعدها الدينونة أم أن يوم الاختطاف هو ذاته يوم الدينونة طيب خليني أقول السؤال ده أنا عارف أنه هو هيبقى صعب بالنسبة لأي حد لأنه فيه اختلاف عليه وآراء مختلفة لكن خليني أقول برضو أنه هو سؤال بريسنج دلوقتي بريسنج يعني بالعربي ضغط علينا لأنه بسبب الظروف اللي حصلة دلوقتي فيه اهتمام شديد بما يسميه الإخرويات أو الإسكتولوجي هو إيه اللي هيحصل وهل اللي إحنا فيه ده علامة من علامات المجيء فدايما هنلمس بقى طيب أو في حاجة اسمها دي قعوض ما ولا ما فيش أو في حاجة اسمها ملكة ألف ولا ما فيش يعني طبعا مش متوقع من حدقة تجاوب على كل الأسئلة دي نعرف في الموضوع الكبير بس اديني على أل طريقة أفكر بيها في الموضوع ده يعني خلينا أقول مهما اختلفت الطوائف المسيحية اللي هي اللي بنسميها في المينستريم يعني اللي في الاتجاه الصحيح عمرهم ما يختلفوا على حقائق ثابتة من جهة الأخرويات مثلا الجميع يتفق على أن المسيح في مجيئه الأول أسس ملكوت الله كانت الكرازة قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وأمنوا بالإنجيل وفتح الملكوت وتأسس الملكوت فما فيش طايفة مسيحية يعني في الاتجاه الصحيح ترفض أو تنكر أنه يوجد الآن ملكوت روحي للمسيح لكن كمان كل الطايف تؤمن أن المسيح سيأتي ثانية ما فيش طايفة ترفض مجيء المسيح ثانية وأن مجيء المسيح ثانية سيتحقق وستراه كل عين وسيتضح للجميع أن هذا هو المسيح الأمر اللي بعده أن المسيح عندما سيأتي ثانية سيدين الأحياء والأموات وهذا إيمان كل الطايف الأمر الرابع كل الطايف تؤمن أن المسيح عندما يأتي ثانية ويدين الأحياء والأموات سيكون ملكا عظيما في السماء والأرض فالله سيجمع كل شيء ما في السماء والأرض في المسيح وسيكون المسيح ملك الملوك ورب الأرباب وستجسب اسم يسوع كل رجبة ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب فده أيضا متفق عليه الحاجة الخمسة الأخيرة الكل يتفق على أن هناك حالة تجديد للخليقة وهناك بركة عظيمة تنتظر الأرض حتى تعود كجنة عدل دول الخمس حقائق اللي مفيش اختلاف عليهم لكن في كل واحدة فيهم تلاقي اختلافات كثير فمثلا في الطيار الإنجيلي الأساسي بتلاقي أنه مسألة الملك الألفي بتقسم الطوايف أو المؤمنين لثلاث أقسام قسم اللا ألف وقسم قبل الألف وقسم بعد الألف القسم اللي بعد الألف ضعف كتير دلوقتي وفي كتير من الكليات اللهوت الإنجيلية محدش بيتطرق إليه فما قبل الألف اللي هو بيقول أنه بيركز على الملكوت الروحي أنه يوجد ملكوت روحي للمسيح دلوقتي وهذا أعتقد أنه له تأثيرات إيجابية كبيرة في أنه بيؤثر على نوع الكرازة أنه يدعو الشخص ليس لنوال السماء في المستقبل لكن لنوال ربوبية المسيح أو الخضوع لربوبية المسيح وملك المسيح الآن ففي شيء من الواقعية كما أنه يجعل الشخص أيضا يشعر بأهمية السلوك كما يليق بالكينج بتاعه بالملك بتاعه فأتى بالملكوت من المستقبل إلى الحاضر وهذا له تأثيرات إيجابية كثيرة على الكرازة وعلى الأخلاق وعلى حياة القداسة لكن النوع الثاني بيقول لأ ما فيش ملك مش ما بيقولش ما فيش ملك بيقول إن في ملك بس عارف اللي هو بنسميه already and not yet إن في ملك بس ما اكتملش فاللا ألف بيركز على الحاضر الملك الآن القبل الألفي يركز على المستقبل ويهمل شوية الحاضر المشكلة مع الأولاني إنه أحيانا بيضعف الرجاء وكأن الحياة كلها هي هنا على الأرض فما بيخلنيش مشغول بالمستقبل وبمجيء المسيح التاني بيدفعني قوي ناحية المستقبل بس للدرجة اللي أحيانا يفصلني عن الحاضر وده ليه سلبياته لكن اللي اتنين بيقولوا إن في ملكوت بدأ وفي ملكوت جاي